من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بيصيب الإنسان بأعراض مرضية تشبه الإنفلوانزة بالإضافة إلى التهاب الكبد وكمان نزيف الأنف وفي الأعراض المتقدمة بيصيب الإنسان بانفصال الشبكية وفجدان البصر ال-RVF حمى الواد المتصدى Rift Valley Fever بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن مرض حمى الواد المتصدى وهذا المرض تم اكتشافه في منطقة الواد المتصدى بكينيا لذلك سمي بهذا الاسم وكمان المرض بيسمى بمرض التهاب الكبد المعد المتوطن وده لما يحدثه من أضرار في الكبد المرض فيروسي حاد بينتقل عن طريق لدغات البعود وكمان الذباب الماص والمرض بيصيب الأبكار والأغنام والماعز والجموس وكمان الجمال فترة حدنة المرض لحمى الواد المتصدى تتميز بكسر المدة واللي بتصل إلى 12 ساعة واللي بعدها بتبدأ تظهر أعراض المرض ارتفاع في درجة حرارة الحيوان التهاب تنكروزي في الكبد والتهاب معوي يماعدي يظهر عند التشريح وكمان نسبة النفوك المرتفعة اللي في الحملان وصغار العجول والماعز واللي بتصل إلى 90% وحدوث إجهاض في الأمهات الأشار بنسبة تراوح بين 10 إلى 30% والمرض كما ذكرنا من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعند إصابة الإنسان به بتحدث له أعراض مرضية مشابهة للإنفلونزة كمان يحدث التهاب في الكبد ونزيف عن طريق الأمثل وعند حدوث مضاعفات المرض بيصاب الإنسان إلى انفصال في الشبكية وفقد في البصر فلازم تاخد بالك كويس جدا أن أغلب الإصابات اللي حصلت حصلت نتيجة ملامسة الدم أو أنسيجة الحيوان المصاب ده كمان المرض بينتقل الإنسان عن طريق ملامسة أنسيجة الحيوان أثناء الزبح والتقطيع لا وكما ممكن المرض ينتقل للإنسان أثناء مساعدة الحيوان في عملية الولاد كما توجد بعض الإشارات إلى إمكانية حدوث إصابة عن طريق شرب لبن لحيوان مصاب وهذا اللبن غير مغلي أو غير مبسطر وتعتبر لدغات البعود والذباب الماص من أهم نواكل هذا المرض وحتى الآن لم يتم توصيق انتقال فيروس حمى الواد المتصدع من إنسان إلى آخر طب ما هو التحصين الوقائي لهذا المرض؟ التحصين الوقائي لهذا المرض هو عبارة عن لقاح حمى الواد المتصدع ميت مصبت فاقد الدراوة والحيوانات التي تحصينها هي الأبكار والجموس والأغنام والماعز وكمان الجمال ويتم التحصين من عمر شهر فما أكثر مع تحصين الأمهات العشار دون قيود طيب إزاي بيتم حفظ هذا اللقاح بيتم حفظ هذا اللقاح في التلاجة في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات وكمان بيحفظ في التلجة أثناء عمليات النقل وفي حملات التحصين طيب ما هي الجرعة المكررة لهذا اللقاح بيحقن اللقاح على جانبية الرقبة تحت الجلد بمعدل 2 سنتيمتر مكعب للأبكار والجموس والجمال و1 سنتيمتر مكعب للأغنام والماعز وبيصل مستوى المناعة لأقصى في مدة تصل إلى 3 أسابيع وبيستمر لمدة 6 أشهر ولا يوجد رد فعل لهذا التحصين وبيستخدم مزامنة في نفس الوقت معها تحصين الحمى القلعية طيب بما أن دائما الوقاية خيروا من العلاج ما هي طرق المكافحة والوقاية لمرض حمى الواد المتصدع وكمان الأمراض الفيروسية الأخرى أولا حماية الحيوانات من الإصابات بالتفايليات الخارجية وإبادة الحشرات وخاصة البعود ونقل الحيوانات إلى حظائر نظيفة لحين مقومة هذه الحشرات الاهتمام بمستوى النظافة داخل الحظائر مع عمل أسلاك على النوافذ لتجنب الحشرات خاصة البعود مع استخدام المبيدات الحشرية وترش الحيوانات بطاردات الحشرات عدم استيراض حيوانات من مناطق موبوءة بالمرض وعدم إدخال حيوانات جديدة إلى المزرعة وفي حالة شراء حيوانات جديدة لابد من حجزها في مكان مخصص لمدة 21 يو كمان يجب أخذ الحيطة والحذر عند معاملة الحيوانات المريضة والمشتبه بإصابتها خصوصا من إفرازاتها وكمان إخراجتها طبعا في النهاية نحب أن نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ونقل لكم يا ريت ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات فور نزلها وكمان ما تنساش متابعة صفحتنا على الفيسبوك صفحة معلومة للجميع شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته